في صالح المير العدوان على قطاع غزة خلف عشرات لاف من الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء وتاركا دمارا شاملا للبنية التحتية ولكل مظاهر الحياة في القطاع فما هو سر هذه الحرب المسعورة؟ على القطاع؟ وما هو سر التأييد والدعم غير المحدود للكيان؟ الصهيوني في حربه على القطاع سبب العدوان المستمر والمتكرر على غزة هو خلفية المقاومة الإسلامية وكونها فصيل سني يدافع عن الأرض ويرفع لواء الجهاد ولذلك نجد أن هناك دعما وتأييدا غربية غير محدود لهذا العدوان ونجد أيضا غطاء عربي للقضاء على المقاومة الإسلامية التي إزعجت بعض الأنظمة العربية الداعمة للصهاينة والأمر ببساطة لأنهم يرون في الإسلام وفي كل ما يمثله تهديدا للحضارة الغربية من ناحية وتهديدا للأنظمة العربية الموالية للغرب من ناحية أخرى وقد قالها نتنياهو صراحة نحن لا نخوض حربنا فقط بل نخوض حرب جميع الدول المتحضرة وهذا الأمر يفسر لنا المساندة الغربية لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر وتسابق الدول الغربية في دعم إسرائيل مديا ومعنويا في مواجهة المقاومة المحاصرة في القطاع منذ سنوات ويمكن أن نفهم أيضا أن الحرب المعلنة على القطاع وعلى المقاومة الإسلامية تأتي في سياق الحرب الذي يخوضها الغرب من أجل القضاء على الإسلام السياسي الذي أخذ أشكالا متعددة مثل تقليم الأظافر في المغرب والأردن وفقدان طيار الإسلام السياسي لنفوذها هناك والاستضام للدموي مع أنصار ذلك للطيار كما حدث في الجزائر وفيه مصر ومحاصرته في تونس ووضع اليمن وليبيا وسودان على طريق الانهيار ومحاصرة تركيا اقتصاديا وتكبيلها ومنعها من لعب أي دور مؤثر على الساحة العالمية وبخاصة في مناطق نفوذ الدول الكبرى والأمر الآخر الذي لا يمكن إغفاله هو العداء اليهودي المستحكم للمسلمين يقول ولله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون والتوراة والتلمود هما مستودع شرور اليهود الذي لا ينضب ففي التوراة يأمرهم الرب بأن يقتلوا الشعوب الأخرى بمن فيهم النساء والأطفال ويأمرهم كذلك بقتل الحيوانات والبهائم وحرق الزرع وهدم البيوت ومن المبادئ المذكورة في التلمود أن أرواح غير اليهود أرواح شيطانية وشبيهها بأرواح الحيوانات وأنهم مثل الكلاد والحمير وإنما خلقوا على هيئة الإنسان حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود وهو ما عبر عنه وزير الدفاع الإسرائيلي يوفق لانة عن أهالي غزة بأنهم حيوانات بشرية ولذلك لا ينبغي أن نفاجأ بالمجازر الوحشية التي يرتكبها جيش الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين وبحق العرب عموما وبخاصة بحق الأطفال والنساء فما جأزرهم لا تعد ولا تحصى وما نشاهده اليوم لا يمكن مقارنته بمذبحة مدرسة بحر البقر في مصر أو مذبحة قانا أو مذبحة صبر وشأتلة أو مذبحة جنين وغيرها الكثير فقد فاقها جميعا في دمويتها وفي عدد ضحاياها لا تنسى الاشتراك لتتوصل بجديدنا دائما